وإحنا نحتفي باليوم العالمي للإزاعة ضروري نتكلم عن الوسيلة الإعلامية المهمة اللي عمرها عدى المئة سنة وبرضه باللغم كل ده لسه محتفظة ببريقها وكأنها بتتحدى الزمن ممكن يكون السبب ده هو ارتباط المستمعين بالمحطات الإزاعية ممكن يكون ارتباط بالمحتوى البرامجي اللي بيكلم كل الناس وفي أي مكان عشان نعرف تفصيل أكتر عن اليوم العالمي للإزاعة معانا طبعا ضفنا اللي بنوارنا في استوديو صباح الخير يا مصر الإزاعي الكبير لست محمد لطفي رئيس شبكة البرنامج العام صباح الخير عليك يا سيد محمد صباح الخير وكل سنة طيبين أهلا بديك وحدك طيب يا فندم وبخير دايما لما نجي نتكلم عن الإزاع المصرية من 34 لحد دلوقتي لعبة دور مهم جدا في مواقف كتيرة ما كانش لسه حتى التلفزيون ظهر ما فيش شك إن الإزاع ليها تأثير كبير جدا في وجداننا كلنا كانت الوسيلة الوحيدة اللي موجودة وبنقدر نعرف من خلالها الأخبار وفيها برامج متنوعة وده المهم في البداية نتكلم عن مراحل تطور الإزاع المصرية لحد ما وصلنا للعصر الحالي أنا ممكن أرجع بيك لقبل 34 يعني لما نقول 100 سنة إزاعة أو الاحتفال بمرور 100 سنة على الإزاعة الإزاعات نشأت في العشرينات الإزاعات نشأت في أوروبا وفي أمريكا سنة عشرين وفي أوروبا كلها من 22 وإحنا طلعين في مصر الإزاعة كانت موجودة سنة 26 بس كانت إزاعات أهلية يعني إزاعات مش إزاعات حكومية فعلشان كده لما نقول 100 سنة إزاعة إحنا كنا مواكبين وكان عندنا إزاعة من سنة 26 لحد كانت الإزاعة هدفها بقى اللي أنت بتقول عليه كان هدفها كوميرشال أو هدفها اقتصادي إزاعات خاصة بتجارية لما جات الحكومة أعلنت الإزاعة الرسمية المصر سنة 34 دي أول إزاعة عربية أول إزاعة في المنطقة العربية كلها سنة 34 بعدين كانت إزاعة الإعلام سنة 36 كان الهدف هو الإعلام مش التجارة أو الهدف التجاري كان هدف إعلامي تثقيفي طرفيهي وهو ده الشعار اللي حطاه الأمم المتحدة السنة اللي هو الإعلام والتسقيف والترفيه طيب لما نيجي نقول المئة سنة زاعة أو أكتر بكثير زي ما حضرتك بتقول إحنا ليه لسه كل بيت في راديو ولسه بنسمع راديو في العربيات على الموبايل على التليفزيون برضو بنبقى فتحين قنوات الراديو فأنا عايز أعرف ليه إحنا لسه مرتبطين بالراديو هي الوسيلة الوحيدة اللي أنت ممكن تسمعيها بدون تدخل يعني أنت وانت قاعدة في عربيتك بتشغال الراديو بتعرفي الدنيا فيها إيه بتعرفي الأخبار فيها إيه ما فيهاش مجهود هي بتعتمد على المتلقي بس المتلقي أنا بفتح الراديو اللي بيشديني للراديو إيه يعني إيه اللي هيخليني أفضل أسمع إذاعة انتماءاتي اتجاهاتي أنا عايز أعرف أخبار عايز أسمع أغنية عايز أعمل أسمع حاجة أنا بحبها عايز أرجع لحاجة في النستلجا يعني حاجة قديمة أسمعها الراديو كان مرتبط معي بحاجة كان الراديو مرتبط مع الناس بحاجات كتير يعني أنت تلاقي نفسك في وقت معين كنت بتسمع حاجة معينة بتحن لها صحيح فهو ده هو ده اللي بيربط الناس بالراديو مش محتاج أن أنا أقعد قدامه زي شاشة التلفزيون مش محتاج أن أنا إنتراكتف معاه زي وسائل التواصل الاجتماعي على السوشيال ميديا مش محتاج ده كل طيب بالنسبة لحضرتك إيه ذكرياتك مع الراديو زمان وبداية دخولك لهذا المجال أنا دخولي إلى هذا المجال اللي كان مصدفة يعني أنا دي أنا مخرج واشتغلت في الدراما وقدمت في المسابقة كان كنت أيمية بعمل ماجستير في السايكو دراما في صحة نفسية أنا الدكتورة بتعتي صحة نفسية فكان انترست لي أن أنا أشتغل في الدراما أو أخذش الدراما قدمت في المسابقة واتفاجئت أن أنا نجحت يعني دخلت الإزاعة اشتغلت في الدراما في الإزاعة عرفت بقى كل أشكال البرامج الإزاعية البرامج الوسائقية البرامج المنوعات كل الريبرتاج الفيتشر كل أشكال البرامج الإزاعية الكتابة ليها بتختلف عن البرامج للتلفزيون؟ آه أنت لما تكتب للإزاعة أنت بتكتب لحد بيسمع بس يعني ما بيشوفش يعني فأنا لما أكتب لازم أشدك في الكتابة في كل كلمة بتكتب في الإزاعة لازم تبقى أنت مجدود لها للآخر عشان ما تهربش عشان ما تروحش عشان تقعد تسمع لازم يكون الساسبينس ده موجود في كل حاجة في أي شكل مشكلة برامج الإزاعية إن كان دراما إن كان فيتشر إن كان ريبرتاج أي شكل التلفزيون أنا ممكن تقعد لحظة صمت دقيقتين تلات دقائق ما فيش فيها مشكلة الإزاعة لحظة الصمت الثانية فيها بتفرق طيب فكرة إن إحنا بنبقى قاعدين وكل الإقاع سريعي يعني مهما كان البرنامج طويل في الراديو إن كان ما فيش حاجة اسمها برامج طويلة يعني في الراديو لكن الإقاع السريع لازم تكون حاجة فصل حاجة ما ينفعش حد يكون قاعد بيتكلم بس في الراديو الإقاع السريع ده هو اللي بخليهم كميلا معين الإقاع والريتم اللي موجود بس أنا أنا بسمع إقاع السريع إمتى يعني أنا فيه وقت برايم طايم بسمع فيه الإزاع مسموع قوي وقت العصر ووقت الظهر الإقاع لازم بسريع لو أنا بقول قصيدة بشتغل بالليل الرتم بطيء بس إقاع الإزاع أنت ما فيش ثانية يعني ما فيش يسكت ما ينفعش أسكت ما ينفعش مع تطور وسائل الإعلام ظن البعض أنه من الممكن ما نشوفش إزاعة أو مع الوقت التلفزيون هيختفي إلا أننا وجدنا أن الإزاعة بتخترق هذه المجالات بتخترق المنصات الإلكترونية بتدخل على الإنترنت فده بيؤكد بأن الإزاعة قوية يعني كانت قوية وما زالت قوية وهتفضل قوية لأنها قدرت أنها تخترق الوسائل الجديدة وتدخل في الوسائل الجديدة والمنصات الحديثة حلو التدخل ده والدليل على كده أن الإزاعة مستمرة وتستمر أنها بتطور نفسها يعني أنت من حوالي عشر سنين ظهر البودكاست البودكاست هو شكل إزاعي وأقره يعني اتحاد الإزاعات الأوروبية واتحاد الإزاعات العربية أقره كفورمات من الشكل من أشكال البرامج الإزاعية لأنه هو أوديو يعني البودكاست معمول علشان يبقى وسيلة أوديو فأنت مع التطور ده كله مع كل التكنولوجي الموجودة بقى عندك شكل من أشكال البرامج الإزاعية أن أنت لما تخش على البودكاست ده يديك نوتوفكيشن على الموبايل بتاعك أن أنت نزلت حلقة جديدة أن أنا عملت النهاردة حاجة تانية فإحنا استحدثنا أشكال يعني الإزاع أول ما بدأت أخذت الأشكال البرامجية منين؟ من الصحافة يعني عملت الريبروتاج وعملت الفيتشار وعملت الحاجات المجلة الإزاعية عملت الأشكال اللي كانت موجودة ما كانش في ميديا غير هي الصحافة فأنت أخذت الأشكال من أنت دلوقتي مع التطور اللي موجود أنت طورت نفسك وعملت بودكاست يعني التطور موجود ده بيقول إن الإزاع موجود وحتزل وهي الوسيلة الأقرب وخلي بيلك فيه قبلك شنة يعني عديد من التطبيقات موجودة وبتنتهي وما بتشتغلش تاني يعني مئة سنة وإنت لسه شغال أكيد طيب إحنا دايما كده كده وإحنا صغيرين في كليات الإعلام بنسمع جملة إن وسائل الإعلامية تؤثر وتتأثر يعني ما فيش حاجة بتشيل حاجة زي ما حرك بتقول الراديو أخذ من الصحافة في الأول وما أثرش على وجود الصحافة بالعكس منتشرة وما زالت ومكملة نستخيلت أن التلفزيون حيخلي راديو ما يبقاش تمام السوشال ميديا متخيلة أن التلفزيون والراديو والصحافة مش هيقوم موجودين الوسائل الإعلام بتوعيد إنتاج نفسها؟ بتشوف هي بتعمل إيه؟ علشان تقدر تفضل شغالة مع كل الناس ووصلة مع كل الناس؟ هي لازم تعيد نتاج نفسها أنا لو ما اتطورتش هطلع برا المنظومة يعني لو ما فيش حد تطور نفسه وشاف الدنيا فيها إيه؟ هيبقى برا المنظومة يعني ده حتمي يعني التطور هنا حتمي مش تطور رفاهية زي الراديو بقى موجود معنا طول الوقت زي ما هو موجود زمان من خلال مثلا الموبايل الأبليكيشنز اللي موجودة على الموبايل الراديو اللي موجودة على الموبايل هو موجود في كل حتة ومش بيكلف حد حاجة يعني هو نرجعش نقول إن هو مثلا مكلف ومحتاج شاشة كبيرة نشوفها ببيكسلز معينة أي راديو قديم جديد هو شغال وبيسمعنا الصوت بنفس الجودة وقدرين نعمله ده مخالين نكمل معنا أو ده بخلينا بنسحرك برضو بالراديو أي طبعا هو الدنيا سهلة قوي في الراديو يعني أنا بجيب المحطة اللي أنا بحتاجها أو اللي أنا بسمعها أو اللي بتلبي لي رغباتي أنا بحب رياضة فبسمع رياضة والمستمع متنوع يعني أنا بروح للشباب ورياضة علشان اسمع ماتش أو بروح لمحطة رياضية علشان اسمع فيها كورة لما يبقى حاجة مهمة وأنا مسافر وفي الطريق فلازم أعمل كده بماشي بالليل وعايز أسمع حاجة في محطة ما فأجيبها ودلوقتي يعني الراديو استفاد من وسائل التواصل الاجتماعي في إيه البرزنتيشن المحطات بتعمله لنفسها طبعا أنا عايز أسمع هنا مين هيقول إيه الساعة كام فأسمعه والإقاع اللي حضرتك بتكريمها ليه اختلف أنا حتى المسلسلات والدراما ما بقاتش السيريال يعني كان زمان يقول خمسة ورابع المسلسل الرئيسي في إزاعة البرنامج العام اللي هي الإزاعة الرئيسية بسمع عليها المسلسل الرئيسي اللي هو خمسة ورابع كل الناس بتسمعه فالحلقة لازم تيجي سيريال أنا بكمل دلوقتي بقت الحلقات المنفصلة أنا مش هسمع النهاردة هسمع بكرة الابليكيشنز بقى لما نزلت خلاص بقت الدنيا سهلة بقت كل المحطة موجودة فأنا لو عايز أسمع برنامجك أنا هسمعه في الوقت اللي أنا عايزه اللي أنا محتاج أسمع فيه طيب قياس نبض الشارع أو نبض المستمعين يعني زم حضرتك بتقول إنه الراديو فيه برامج متنوعة بتخاطب كل فئات المجتمع لكن في نفس الوقت زوء المستمع بيختلف وبيتطور مع الوقت يعني أكيد اللي كان بيسمع الراديو في الستينات والسبعينات غير فده بيخلي أكيد فيه مسؤولية كبيرة جدا على القائمين على المحطات الإزاعية فإن المحتوى يكون متنوع ومتطور هو كمان عشان يناسب زوء الجمهور يناسب زوء الجمهور بس مش كل جمهور يعني أنا بترجطش يعني البرنامج الثقافي ماقدرش يزيح حاجة مش باللغة العربية مثلا تمام اللي بتزعف شعبي FM ماينفعش لكن هل ممكن يبسط لغته شوية أو يكون ريتمو أسرع شوية الريتمو أكي اللغة أكي التواصل مع الناس لكل برنامج له جمهور مستهدف أنا بترجط مين علشان أوصله الرسالة وبزيعه إمتى وبحطه إزاي كل دي عوامل لازم بتتاخد في الحزبان وأنا بعمل البرنامج وأنا بنزل خريط البرامج وإحنا عندنا الإزاع المصرية بتنافس بتنافس إزاعات عالمية يعني يعني بس هو إحنا ما فيش دعاية كتير يعني إحنا ما بنعملش دعاية لنفسنا وأعتقد مش محتاجين يعني برغم أنه ما فيش دعاية زي ما حريك بتتكلم إلا أن كل الإزاعات المصرية قوية والشبكات موجودة والناس عارفة جمهورها وكل واحد رايح للعايز يسمعه تمام أنا كلام ده بالنسبة لجمهور وقياس العام أو قياس الجمهور المستمعين طب أنت بره ممثلة يعني إتحاد الإزاعات الأوروبية عارف إزاية مصر فيها إيه إتحاد الإزاعات العربية عارف أنت بتعمل إيه وم بتعمل حسابك وده بيباني الإنديكيتور بتاعه إيه في مسابقات إنتي اللي بتخشي المسابقة إحنا بناخد مسابقات عالمية بأنها عشر خمستاشر سنة إيطاليا فرنسا بتاخدي مسابقة إزاع المصرية بتاخد أخر جايزة حركة واخدها 2018 أو 2019 أنا واخد جايزة كانت من فرنسا 2018 ومن إيطاليا 2016 وفي برنامج بمناسبة أول بحاجة أخذها من فرنسا كانت 2014 كتحاد الإزاعات الأوروبية البرنامج ده كان برنامج وسائقي عن الأثر النفسي للحروب على الطفل البرنامج ده بعد ما تعمل وتزاع لقيتهم بعثين لأنه الترجم وتزاع في كل محطات الإزاعات الأوروبية بمناسبة مرور مئة سنة على الحرب العالمية نحن نحتاجين نعيد تاني البرنامج نعيد إزاعته خلال الفترة الحالية عشان اللي بيحصل فيه تمام تمام كان أيام اللي بيحصل في سوريا وبيحصل في فلسطين وحاجة كده والترجم لكل لغات العالم برنامج مصري بتاعك كل التوفيق لحضرتك شكرا جزيلا كل سنة حضرتك طيب وجميع العاملين مش الموزئين فقط طبعا جميع العاملين في شبكة البرنامج العام وفي الإزاع المصرية طيبين وبألف خير الأستاذ محمد لطفي الإزاع الكبير ورئيس شبكة البرنامج العام نورتانا وشرفتانا شكرا